تعالوا نروح للمنتخب شوالي ليه مفيش حد حقق إنجازات كابتن حسن شحادة؟ طبعا لأسباب كتير أول حاجة كان فيه جيل ثابت من 2006-2010 بتتكلمي في 4-5 سنين كان فيه جيل ثابت اتحط أساس للمنتخب ممكن يكون مكانش مقصود أو مكانش في تخطيط أن يتجمع جيل لكن كان فيه توفيق أن في الفترة دي يتجمع جيل مجموعة مميزة من اللعيبة في النادي الأهلي بالتزامن النادي الأهلي بياخد بطولات وبيحصلوا على بطولات مع الإضافات اللي حصلت من بعد الأندية مع اللعيبة اللي طلعت مع الكابتن حسن شحادة من منتخب الشباب فتكون جيل بقى فيه جيل موجود يقدر يشتغل 4-5 سنين ياخد بطولات أفريكا ثلاث مرات مع الإمكانات الفنية العالية اللي كانت موجودة فقدر إن الجيل ده ياخد البطولات دي حصلت بعد كده إن إحنا وصلنا مع مستر كوبر كسر نهائي كسر أمم أفريكا في 2017 ما حصلتش توفيف في 2017 كان نجيل برضو محترم ومميز وصلنا كس علم في 2018 وصلنا نهائي كسر أمم أخصرنا من الكاميرون فبعد كده بتالت الأمور يعني مش أحسن حاجة لكن يعني مصر فالقابة كتير كويسة وفيها مواهب تقدر إنها تكمل فإن شاء الله يبقى فيه توفيق ويبقى فيه تخطيط النجين معين أو مجموعة معنا تكمل 4-5 سنين عشان تحصل على البطولات إن شاء الله ليه بعيدا عن المنتخب دلوقتي يا كبت؟ والله أن الفترة اللي فاتت ممكن حصلت صابة طويلة وخرجت الأعارة الموسم الفترة عملت موسم كويس وشاركت في مباريات مع فريف يوتشار وإذا ما قلت لك خدنا بطولة وعملنا نتائج كويسة مع الكابتن علي ماهر والجهاز الفني واللعيبة المميزة الموجودة استنادي الحمد لله إحنا دلوقتي تاني الدوري ماشيين بشكل كويس وصلنا دور المجموعات في كونفدرالية فعندي طموح إننا إن شاء الله الفترة الجاية كلها تواجد مع المنتخب أكيد المنتخب الفترة الجاية والمدير الفني هو فاتح الباب للناس كلها ولما يشوف فرقة ماشية بشكل كويس وتاني الدوري والحمد لله يعتبر أقوى دفاع في الدوري الفترة اللي فاتت فأكيد هيبقى في فرصة لنا لكذا العيد في فوتشار ومن ضمنهم ساعد إن هو يرجع للمنتخب وخصوصا أن أنت عندك خبرات دولية إن شاء الله بإذن الله يبقى في فرصة كويسة يعني أنا عارف أن أنت مش هتعلق على أداء المدير الفني في الوقت الحال بس أنا نقدر نقول رأيك إيه بشكل عام؟ والله أنا يعني هتكلم على ماتش بالجي كأخر ماتش لأن الواحد كان مبسوط من أداء المنتخب مبسوط من الروح اللي كانت موجودة في تنظيم يعني بدأنا نحس إن فيه حاجة بصراحة موجودة في المنتخب حتة التنظيم دي من أكتر الحاجات اللي كانت ظهرة وتقلق صلاح وترزيجيه في آخر ماتش الواحد كان مبسوط بصراحة ترزيجيه طبعا بالنسبة لي أخويا الصغير فكنت مبسوط بي جدا هو بيجيب جون في منتخب كبير زي بالجي كو وبيعمل ماتش كبير صلاح طبعا نجم كبير ونجم عالمي فالواحد كان مبسوط بآخر مباراة للمنتخب كانت حاجة محترمة ومشرفة يعني فنتمنى إن شاء الله الاستمرار لها لفترة الجاية على الأداء ده صراحتك معروفة عنك لو مصر كانت سعدت كاس العالم مكان السنغال هتوصل لنفس النتائج؟ يعني لو هتكلم على أداءنا في الوقت الحالي أو آخر مباراة لنا كنا هنحقق نتائج كويسة لو بنفس أداء مباراة بالجي كا بنفس تركزنا والروح والإصارة الموجود كنا هنعمل نتائج كويسة اه اللي كسبناك منين واحد اه ودايما إحنا يعني عندنا لما نكون في بطولة كبيرة وبيبع عندنا دافع إن إحنا نقدم حاجة كويسة وإحنا نعمل حاجة كويسة وأنا شايف إن الطموح للعابة دلوقتي إن هي عايزة تحقق مستويات كبيرة على المستوى العالمي اللعابة عايزة تحترف اللعابة عايزة تقدم نفسها بشكل كويس فكنا هنعمل حاجة كويسة وبنسبة الاحتراف انت شايف إن الكرة دلوقتي انتماء ولا احتراف؟ اه أنا شايف إن يعني أكتر احتراف لكن في جزء جوه النادي الأهلي في نسبة كبيرة من الانتماء يعني أنا شايف إن في بعض اللعابة جوه النادي الأهلي لحد دلوقتي موضوع الانتماء موجود عنده فأنا عصرت ناس كده وشوفت ناس كده والحد دلوقتي ممكن إحنا كنا مش بنزايد أو حاجة بس فعلا لما كان أي موقف النادي بطلبه مننا بيتنفذ بمقتنعين بدا حبين النادي فربنا على الفكرة أنت تبقى منتمي للنادي النادي الأهلي دايما يبقى في ظهرك أنت تبقى في ظهره زم هو في ظهرك فأنا بشوف إن في النادي الأهلي في جزء كبير في الانتماء وفيه لعبة بتدلل على ده يعني وجود الشناوي إن هو دايما بيجي له عروض كبيرة وبيجي له حاجاته بيبقى موجود في النادي الأهلي وبيكمل مسيرته في النادي الأهلي مثلا وليد سلماء لما كان موجود إحنا لما كنا موجودين فبالعكس أنا بشوف إن ده لسه موجود يعني ممكن يكون قل عموما لكن على القل موجود في النادي الأهلي ويمكن ده اللي بيميز دايما النادي الأهلي وبيخليه دايما رقم واحد بما إنك في منطقة الهجوم إيه أكتر اللعيب اللعبت عليه وحاسيت أنه هو رخم؟ في الكورة يعني آه في ناس تاني رخمة بس مش في الكورة يعني دول هنتكلم عليهم بعدين لكن في لعبة مهاجمين مميزين جدا يعني كان فيه في مزيم بي موبوتو ده كان هدف ده ورعبتال أفريقيا كان لعب كبير ومهاجم مميز هو كان قال إن هو هيجي في الأهلي في وقت من الأوقات آه كان فيه مفاوضات كنا بنلعب عليه في بطولة أفريقيا وكان فيه بابا أركوف طلع الجيش كان لعب مميز جدا طبعا بقى كان فيه لعبة مميزين بس الموجودين في الأهلي من حسنة حظينا الكابتان أمات مدعب كان صعب في التمرين الكابتان أحمد بلال كان يمكنني لعبتي مع الكابتان أحمد بلال وتمرنت معي هل يترى لما بتلعب معيهم بيبقى ليك تكنيك خاص ولا بتاخد بالك يعني بتتعامل مع موضوعك؟ أنا شوف إن هم كانوا يفودون أكتر لما بنلعب عن المهاجمين التانيين لأن هم مميزين بشكل كبير جدا يعني كابتان أحمد بلال من اللعيبة الفارادة للمهاجمين جدا اللي الناس ممكن تكون، يعني مش وغضة بالها إن هم هو أو ما بتتكلمش عن المهاجمين المجتميزين فتخطككككككككككككككككككوا بلال لم chor Zaradv فالرودة اللي كانوا جمدين جداً، كابتن عماد ميتاب طبعاً يعني كان مرعب ففي التمرين لما بتلعب عليه متقد بشكل كويس في التمرين بيفيدك في المبارات على المهاجمين التانيين لأنهم طبعاً بيبقوا أخطر كتير يعني